شرعت وزارة التجارة من خلال مدرياتها المتشرطة عبر ولايات الوطن في صحب ملابس نسائية من الأسواق تحمل علامة تجارية صينية متخصصة في البيع عبر الأنترنت تسبب السرطان وبدأت مدرية التجارة في ولاية وهران بالتنصيق مع الجهات الأمنية بعمليات صحب واسعة وشاملة لكل ما يتم العثور عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات تلك العلامة التجارية والتي ثبت احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية وللحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة عضو منظمة حماية المستهلك أو المستهلك وإرشاده فادي تميم صباحك سعيد سيدي أهلا بك أهلا وسهلا سيد تميم الأكيد أن هذه العلامة الصينية ثبت احتواؤها على بعض المواد المسرطنة في بعض الدول العربية وحتى تلك التي تتعامل مع الشركات الصينية ما هي أهم التجاوزات التي تم تسجيلها في منظمة حماية المستهلك؟ بالنسبة لنا يعني احنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطة الخبر كان موجود عننا لأن هذه العلامة في حذتها عندها يعني عالميا كين بعض التحفظات وبعض الأمور اللي حدثت وأكيد بانضمام المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى المنظمة العالمية توصلنا إشعارات وتبليغات عن كل المنتوجات اللي يكون فيها اختلالات لكن الآن في الجزائر المرحلة اللي رانا فيها هي الحجز التحفظي يجب التفريق بين الحجز التحفظي وإجراءات السحب لأنه لما تقوم لو جينا نحكيه على الحجز التحفظي يوميا المصالح المختصة والمصالح الأمنية والرقابية تقوم بحجز تحفظي لكثير من المواد الحجز التحفظي يكون لماذا؟ يكون الحجز التحفظي هو مقدمة لإجراء تحاليل وتجارب من أجل التأكد من صحة المعلومة أو عدم صحة المعلومة أزيد من 150 قطعة لحد الآن أزيد من 150 قطعة وحتى يعني الآن احنا في فترة حجز تحفظي احنا صحيح أنه بعض دول العالم خرجت ببيانات وقالت أنه هذه المنتوجات أحذية أو مكياج وما إلى ذلك لهذه العلامة تحتوي على مواد مسلطنا لكن في الجزائر عنا المخابر تعنا في الجزائر عنا الآليات تعنا عنا الطرق القانونية اللي نقدروا نجيبوا بها المعلومة الصحيحة منسوش نقطة مهمة الآن عالميا يوجد حرب عالمية على الشركة تحديدا اقتصاديا احنا ما نقولوش على علامة معينة نقولوك لنا حرب عالمية اقتصادية حول العلامات وما إلى ذلك لذلك لا يجب الانسياق دون وعي ودون إدراك ودون إثباتات حتى وسائل الإعلام في بعض الدول سوقت وهولت من الموضوع باعتبار أنه الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التهويل أفهم من كلامك أكيد حتى يعني تداول المعلومة حول الجزائر على النطاق عالمي يجعلنا نشق في الأمر ونحاول أن نتأنى احنا ما نقولوش أنه هذه العلامة مية بالمية سليمة لكن يوجد مصادر رسمية للمعلومة لحد الآن لو وزارة التجارة ولا المصالح الأمنية أصدرت بيانا يثبت أنه هذه الأقوال أو هذه الشبوهات موجودة مية بالمية أيضا لما نحكيه على حجز تحفظي حجز تحفظي يسر الكثير من العامات السلطات الرقابية كل ما تشق في منتوج ولا يجيها رسالة إنذار عالمية حول منتوج حتى إحنا كمنظمة لما توصلنا تحذيرات من المنظمة العالمية على منتوج ما نقدرش ننشره مباشرة لازم نبلغ سلطات لمخولة قانون هو التحقق على الأقل من هذه الاتهامات الموجهة لأنها تعاد اهتمامات في الأخير أكيد هو ما يقطع الشك باليقين هي التحاليل والتجارب المخبارية هل سنتوجه إلى هذه التحاليل وكيف تتم مستدفى دي تأمين أكيد الآن وزارة التجارة مدام بدأت في عملية الحجز التحفظي هي نقطة الانطلاق من أجل الوصول إلى تحاليل وتجارب تؤكد أو تنفي هذا الأمر بعدها رح يكون تواصل إعلامي وبيان رسمي للوزارة مع المستهلك ومع القطاعات الأخرى في حالة ما إذ ثبت احتواء هذه المواد الملابس على الأقل لهذه المواد المسرطنة والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية هل سيتم سحبها على الصور على الأقل؟ أكيد رغا يتم أصلا عملية الحجز التحفظي هي عملية سحب إلى حين إثبات النتائج عليها نقوم بعملية الحجز التحفظي في حالة ثبوت أنه يوجد مواد خطيرة وسامة على المستهلك نكون ديجا نبدينا في عملية الحجز وتلحقها ماذا تلحقها؟ إعلام المستهلك ليكون عنده هذه القطع فيتخلص منها أو يسلمها هكذا نقوم بعملية سحب كاملة خليني فقط أخي محمد أكيد الآن هناك منظمة منذ سنوات نطالب بجهاز إنذار جهاز إنذار مستقل هو ليقوم بنشر المعلومة والمستهلك يأخذ معلومته من المصادر الحقيقية مدريات التجارة في وهران وفي بعض الولايات الغربية باشرت بعض من عملية التقصي والتحقق من هذه العلامات التجارية الصينية هل سنتوجه إلى إجراءات معينة؟ أكيد الإجراءات الآن رهين طالقت لأنه عنا مخبر وطني عنا مخابر جهوية أكيد رح تكون نتائج التحاليل بسرعة رح تخرج وبعد خروج نتائج التحاليل والتأكد من صحة المعلومة أو نفيها يتم عملية التواصل المؤسساتي بإبلاغ المستهلك سواء أن هذه المنتوجات خطيرة يجب تجنبها سواء أن هذه إشاعة لا يمكن التعامل معها وما هي صحيحة نهائيا دون تهويل وأيضا حتى نضع المشاهد في الصورة حتى نعطي له بعض النصائح التي يمكن تقديمها للمستهلك ولمن يفضل هذه العلامة التجارية ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الوقت تحديد؟ في هذا الوقت لازم تكون إجراءات احترازية التوقف عن استعمال هذه العلامة إلى حين ثبوت سواء سلامتها أو خطورتها إذا كانت سليمة فالمستهلك يكمل استعمالها إن كانت فيها خطورة أو فيها سمية فعلى المستهلك التخلص منها ونصيحها أيضا أثناء التخلص يجب تسليمها لمديرية التجارة الولائية بيكون عندنا إحصاء شامل عما تعمى سحبه من السوق شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ فهدي تميم عضو منظمة حماية المستهلك وإرشادها على كل هذه المعلومات شكرا لكم